بعد إغلاق مؤقت دم 14 يوماً بسبب انتشار جائحة كورونا أعادت معظم المدارس فتح أبوابها أمام التلاميذ مرة أخرى ثانوية الحسن الثاني التأهيلية بمدينة الرباط واحدة من تلك المدارس فهي تتابع الآن بعد قرار عودة الدراسة مدى احترام التلاميذ للتدابير الاحترازية وارتداء الكمامة وكان الوضع الصحي مؤخراً قد أدى إلى اعتماد نظام التعليم عن بعد لتلاميذ المدارس المغلقة نحمد الله سبحانه وتعالى أننا عودنا الميادين بتلامدنا بأطورنا الطربوية ووطورنا الإذارية بعد الإغلاق الذي دمى زهاء 14 يوماً ففي هذه المرحلة راكمنا فيها تجربة السنة الماضية منذ بداية الجائحة هاد 14 يوماً لم تمر مرة الكرام بالنسبة للتحصيل للتلاميذ أننا بدلنا مجهود على مستوى إعداد قاعد خاصة بالكاميرات مزودة بالأنترنت بالحواسية بالغير دلك فيها تواصل مباشر مع التلامت في المنازل ديالهم منين بلغونا بالعودة ديال الدراسة أنا فرحش بزاف حيث الأغلبية ديال التلاميذ ما تشكونش عندهم يعني لاب بوصيباليتة باش يخدموه في واتساب كيكونوا عندهم شي مشاكير ما يمكنش لهم ما يمكنش كوش يخدموه في واتساب ومنسبة التعليم الحضوري يكون ستفدوه كتر وكتر من تعليم عن بعد هذا الإغلاق المؤقت يطرح سؤالا حول مدى احترام مبدأ المساواة بين التلاميذ في التحصيل الدراسي خصوصا وأن التعليم عن بعد لا يضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ بحسب رأي أولياء الأمور هذا هو السؤال الذي يؤرق الآباء والأمهات والتلاميذ أيضا بطبيعة الحال وطمئن الأصل على أنه سيتم معالجة كل حالة حسب طبيعتها لأن المؤسسات التي كانت قد استبدلت التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد لن تنجز هذه الامتحانات والاختبارات في الموعد المحدد ستؤجل فيها إلى غاية استرجاع التلاميذ لإنجاز تلاميذ كل الحصة الدراسية خلال خمسة أيام من تاريخ الرابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من شهر يناير تم إغلاق 159 مؤسسة تعليمية وتم تسجيل 3287 حالة إصابة بفيروس كورونا على الصعيد الوطني ما بين حالة من الغضب في صفوف أسر الطلبة وتزامن فترة الإغلاق المؤقت مع الامتحانات وحرص الدولة على السلامة الصحية يبقى فيروس أوميكرون يتحكم في تغيير المواعد والقواعد اكرم الأزرق قناة الغد الرباط